بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثاني والثلاثون والخاص بمنهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع في هذا الفيديو رح يكون إن شاء الله بداية الفصل السادس واللي رح نتكلم فيه عن أجهزة العرض أجهزة العرض وهي تصنف ضمن وحدات الإخراج حيث تقوم بإظهار الصور والعروض من على جهاز الكمبيوتر والفكرة موحدة بين جميع أنواع أجهزة العرض حيث تتمثل الفكرة في كرت الشاشة الذي يتم تثبيته على فتحة التوسعة الموجودة في اللوحة الأم أو أن يكون كرت الشاشة من النوع المدمج في اللوحة الأم النوع البلت إن وحيث سوف يكون كرت الشاشة هو المسؤول عن تحويل البيانات من الكمبيوتر إلى الصور وفيديو ويتم ربط كرت الشاشة بكابل ووصله بجهاز عرض مونيتور حيث من خلالها يتمكن المستخدم للكمبيوتر من مشاهدة الصور والفيديو يوجد لدينا أنواع من أجهزة العرض والذي تعمل مع جهاز الكمبيوتر ومرت بعدد من التطويرات والتحسينات وهذه الأنواع هي عندي CRT، عندي LCD، عندي LED، عندي البلازمة، عندي OLED، وعندي البروجيكشن سيستمز أو أنظمة البروجيكتور نبدأ مع أجهزة CRT CRT هي اختصار لكيثوت ريت يوب وتعني شاشة أنبوب الكاثوت وهي من أوائل وأقدم أنواع شاشات الكمبيوتر حيث تعمل مع بداية ظهور جهاز الكمبيوتر قبل 60 سنة وتعتبر من أثقل أنواع الشاشات تعدمت شاشات CRT في عملها على صمام إلكتروني يقوم بإنتاج وضخ فيضام من الإلكترونات على شعاع ويتم من خلال الكويلت أو الملفات إنتاج مجال كهر مغناطيسي من خلاله يتم التحكم في هذا الفيضة الإلكتروني والصمام الكاثودي هو عبارة عن أنبوب مغلق من الزجاج على شكل قمع ينتهي بشاشة العرض وهذا الأنبوب يكون خالي من الهواء وشاشة العرض في نهاية الأنبوب مطلية بطبقة من مادة الفيسفور حيث يوجد في نهاية الأنبوب مدفع لضخ الإلكترونات إلى الشاشة ومع شاشات CRT الملونة يوجد لدينا ثلاثة أو يوجد لدينا في مادة الفيسفور تدعم طبعا خاصية الألوان ومن خلال الكويل المنتج للأشعة الكهر مغناطيسية التي سيتم التحكم بالإلكترونات التي سيتم ضخها من مدفع الإلكترون وتجعل هذه الإلكترونات تتوجه إلى طبقة الفيسفور وطبقة الفيسفور تحتوي على النقاط الموجودة في طبقة الفيسفور وبما أنها نتكلم عن الشاشات الملونة فرح تكون ملونة بثلاثة ألوان اللي يعرف اختصارها بالPGR اللي هي اختصار البلو الأزرق والكرين الأخضر والرد الأزرق حيث من خلال هذه الألوان الثلاثة نستطيع إنتاج جميع الألوان الأخرى وذلك من خلال عملية الدمج فيما بين الألوان الثلاثة وبترجات مختلفة ينتج لدينا ألوان مختلفة في شاشات CRT بيتم قياس جوزة الشاشة من خلال عنصرين أساسيين وهما العنصر الأول اللي هو الـ .pitch والعنصر الثاني اللي هو الـ .pitch وهي النقاط اللي موجودة عندي في الشاشة ويتم من خلال الـ .pitch يتم قياس المسافة التي تفصل فيما بين نقطتين بتكون بنفس اللون فبثلا أنا عندي هنا بيتم قياس الـ . الحمراء مع الـ . الحمراء الأخرى طرعي عندي الـ .25 مليمتر طبعا كل ما كانت طبعا هنا المسافة رح تكون متساوي يعني حتى لو جينا مثلا نقيس الأخضر مع الأخضر رح نلاقيه متساوي الأزرق مع الأزرق متساوي وهكذا ودائما لما تكون المسافة بين النقطتين من نفس اللون في داخل الشاشة كل ما زادت المسافة بين النقطتين كل ما أدى ذلك إلى عدد أقل من النقاط في مساحة الواحد بيكسل وبالتالي جودة الصورة المعروضة على الشاشة ستكون منخفضة وكل ما نقصت المسافة بين النقطتين كل ما أدى ذلك إلى عدد أكبر من النقاط في داخل مساحة الواحد بيكسل وبالتالي جودة الصورة المعروضة على الشاشة ستكون بجودة أعلى طبعا قياس المسافة بين النقاط أو الدوت بتقاس بالمليمتر والقياس بيبدأ من صفر دوت 39 مليمتر حتى صفر دوت 18 مليمتر وطبعا كل ما اقتربنا من الصفر دوت 18 مليمتر فحنصل لجودة أفضل وصورة أكثر وضوحا نلاحظ مع بعض هنا عندي مثال عندي سيارة بتظهر على الشاشة وطبعا بتظهر أمامنا من خلال الدوت كل ما زادت الدوت كل ما كانت السيارة أكثر وضوح مثلا هنا في الصورة أو الصورة بشكل عام اللي رح تظهر على الشاشة كل ما قلت طبعا بالتالي كانت المسافة أبعد بين الدوت كل ما كانت الصورة أقل وضوحا المقياس الثاني لقياس جوزة الشاشات السيارتي لهو الريزيليوشن والريزيليوشن هي مقياس دقة تفاصيل الصورة حيث من خلالها يتم قياس كمية التي يعني الكمية التي يتم عرضها أو كمية التفاصيل التي يتم عرضها في الصورة أو على الشاشة حيث يتم تحديد قيمة الريزيليوشن بعدد البيكسل في الشاشة ويتم تمثيلها في قيمتين قيمة العرض في ضرب قيمة الطول وكل ما زادت القيمتين كل ما زاد ذلك من جوزة الريزيليوشن وأدى ذلك إلى زيادة التفاصيل المعروضة على الشاشة مثال عندي أنا هنا بيوريني كمثال عندي لو كانت الريزيليوشن ستعاش في ستعاش لاحظوا معايا جوزة الصورة لو كانت ثنين وثلاثين في ثنين وثلاثين الصورة تحسنت بشكل أفضل من ستعاش في ستعاش طيب مية وثبانية وعشرين في مية وثمانية وعشرين طبعا الصورة راح تكون أكثر وضوح من ثنين وثلاثين في ثنين وثلاثين طب 512 في 512 طبعا أكثر وضوح وهكذا كل ما زادت قيمة الريزيليوشن كل ما أدى ذلك إلى وضوح في الصورة وزيادة التفاصيل المعروضة في داخل هذه الصورة CRT Monitor Filter مصفي شاشة CRT واحدة من النقاط السلبية لشاشة CRT تتمثل في الشعاع الضار بالعين والذي ينتج عند تشغيل الشاشة بسبب طبعا البدفع الإلكتروني بسبب أيضا الكويل بسبب المغناطيس الموجود في الشاشة هذه كلها بتنتج عنها شعاع الضار للعين اللي بتشاهد الشاشة لذلك ولحماية العينين من أضرار شعاع CRT كان بيتم تركيب فلتر وهو عبارة عن لوح زجاجي ملتف عليه كابل نحاسي ويخرج من الطرف ويجب أن يتم ربطه بمسار معدني لكي يحصل تفريغ للشعاع الضار نشوفه هنا بيجي بهذا الشكل يتم تركيبه على الشاشة عشان تدينه حماية طبعا في كابل بيخرج من الزاوية يعني سلك نحيف نحاسي هذا السلك يفترض ان احنا نقوم بتركيبه يعني يكون في الطرف الخاص فيه عبارة عن زي المعدن يتم لفه مثلا على مسمار معدني فاللي بيحصل وقته انه يحصل عملية تفريغ لهذه الشعاع الضار لو تم تركيب الفلتر من غير ما يتم توصيل الكابل بأي معدن او بمسمار معدني لكي يحصله التفريغ فعند هذا الزجاج لن يحمي عيوننا من الشعاع الضار الخاص بشاشات CRT شاشات LCD اختصار لليكويد كريستال ديسبلي او شاشات الكريستال السائل وهي بداية عصر الشاشات الى قل وزنا واكثر جودة واقل استهلاكا في الكهرباء تعمل LCD بالمكونات التالية تعمل على عامود من مصابيح الاضاءة الخاصة بال LCD ويطلق عليها فلوراسات بوليس المصابيح الفلورية اذا بتعمل من خلال المصابيح الفلورية ويتم استقطاب وتوجيه الضوء الناتج عن هذه المصابيح من خلال فلاتر فعليا لدينا فلترين واحد للطول والاخر للعرض ويعمل في داخل ال LCD الكريستال السائل وهي مادة تجمع ما بين كونها سائل وصلب في نفس الوقت ومن خلاله بيتم التحكم بالضوء الناتج من خلال شاشات LCD ويتأثر الكريستال السائل بالتيار الكهربائي ويوجد لدينا طريقة من ثلاثة طرق لتزويد الكريستال السائل بالتيار الكهربائي وهي الطريقة الاولى اللي هي الباسف متريكس وهي ان يتم رصد ترانزيستورات على حدين من حدود الشاشة طول فعرض لتزويد الكريستال السائل بالكهرباء هذا النوع نشوفه مع بعض عندي انا هنا بيتم صف ترانزيستورات كطول وعرض بحيث اي نقطة راح تشتغل مثلا لو هي النقطة راح تشتغل راح تشتغل راح تشتغل من خلال هذا الترانزيستور ومن خلال الترانزيستور المقابل وهكذا مع باقي النقاط في داخل شاشة LCD المشكلة في هذا النوع هو انه تكون استجابته بطيئة للتغييرات التي تحدث اثناء العرض كذلك لو حصل انه اي تلف في اي ترانزيستور راح يؤدي لتلف خط كامل طولا او عرضا يعني تخيل مثلا عندي هنا الترانزيستور حصل في تلف فعندي راح يحصل زي القطع في داخل الشاشة هذا ما راح يشتغل معايا ورح يباني عندي في الصورة انه مو شغال بسبب تلف الترانزيستور كذلك لو في الطول في ترانزيستور انحرك مثلا فعندي هنا هذا ما راح يباني عندي راح يكون زي الخط باللون الاسود وكأن الشاشة مطفية في هذا الجزء كون ترانزيستور اصابح حرق او تلف زي ما ذكرنا تعتبر استجابته بطيئة في التغييرات السريعة طيب نشوف الطريقة الثانية في زيادة الشاشة بالكهرباء اللي هي الادوال سكان ميتريكس وهي زيادة الترانزيستورات دبل على حدود الشاشة طولين في عرضين يعني الترانزيستورات بدل ما كانت بس مرصوصة لها في الطول وفي العرض لا اصبح عندي ايضا في العرض المقابل وفي الطول او الطول المقابل والعرض المقابل كذا تم مضاعفة الترانزيستورات على حدود الشاشة طولين فارضين ويتم تقسيم الكريستال السائل على الترانزيستورات الاقرب طبعا هذا رح يؤدي الى زيادة في جودة عرض الشاشة يعني مثلا أنا عندي هنا نقطة موجودة هنا رح يتم تشغيل الترانزيستور اللي موجود هنا والترانزيستور اللي موجود هنا طيب لو نقطة موجودة هنا رح يتم تشغيل الترانزيستور اللي هنا والترانزيستور اللي هنا ففعليا بدل ما كانت الشاشة كاملة تخضع لطول وعرض ترانزستورات واحد لا أصبح عندي طولين فعرضين فكأنه تم تقسيم الشاشة على الترانزستورات مما يؤدي طبعا إلى جودة أفضل حتى لو حصل تلف في بعض الترانزستورات رح يحصل مثلا تلف في خط أقل مما كان يحصل معايا في النوع السابق اللي هو الباسف ميتريكس الطريقة الثالثة اللي هي الـ Active Matrix والـ Active Matrix هو فكرة تتبثل في أنه في كل بيكسل واحد بيتم إضافة ترانزستور خاص بهذا البيكسل وهذا النوع هو أحدث أنواع شاشات LCD وأفضلها من ناحية جودة الصورة يعني بدل ما كان يتم رص الترانزستورات على حدود الشاشة لا كل نقطة موجودة في الشاشة أو كل بيكسل موجودة في الشاشة وراها بيعمل ترانزستور طبعا معاها بيعمل ترانزستور خاص بهذه البيكسل فبالتالي طبعا رح يدينا جودة أفضل بكثير من الباسف والدوالسكان ميتريكس كذلك تصبح الاستجابة للتغييرات اللي بتحصل بسرعة في داخل الشاشة طبعا أفضل وأسرع بكثير من الباسف ميتريكس والدوالسكان ميتريكس شاشات LED اختصار للايت اميتينج دايوت وهي تعتبر شاشات الدايوت الباعث للضوء وهي تطوير لشاشات LCD فهي مثل LCD بتعمل باستخدام الكريستال السائل ولكن تم استبدال المصابيح الفلورية اللي كانت موجودة في ال LCD تم استبدالها بالدايوت لما نتج عنه جودة أعلى في الصورة المعروضة وشاشة أرق وأقل وزنا وأقل في استهلاك الكهرباء مقارنة بشاشات LCD شاشات البلازمة شاشة البلازمة وهي تعمل من خلال خلايا متناهية الصغر ممتلئة بغاز زينون النيون وعند شحنها بالكهرباء ينتج إشعاعات فوق البنفسجية تجعل من طبقة الفسفور في الخلية يصطع بالضوء والذي يتم استخدامه لإظهار صورة ساطعة ونقية وشاشة بحجم أقف وعرض أرق مما يجعل من السهل تعليقها على الجدران أو حملها شاشات OLED اختصار لأورجانيك لايت اميتينج دايوت الدايوت العضوي الباعث للضوء وهي تعتمد على مواد عضوية عند شحنها بالكهرباء ينتج عنها ضوء والثانية الطبقة الموصلة وتصنع من مادة عضوية وهي مادة البولي أثلين الطبقة الثالثة وهي الطبقة المنتجة للضوء وهي أيضا تتكون من مادة عضوية وهي البولي فولورين والطبقة الرابعة طبقة الأنود وتستخدم للتعامل مع الإلكترونات تقدم لنا شاشات OLED صورة بجودة عالية كذلك تقدم لنا خفة وزن واستهلاك أقل الطاقة كذلك تقدم لنا مرونة في الانحناء بشكل أفضل مما يقدمه لنا شاشات الأخرى بحيث تقدم لنا انحناء لمشاهدة أفضل مثل ما شفنا عندنا شاشات الكمبيوتر عندنا خمس أنواع عندنا النوع CRT وهذا النوع هو أقدم أنواع الشاشات وهو حاليا من النادر أنك تلاقي مثلا نوع شاشة جديدة غالبا راح تلاقيها في الأسواق مستعملة لأنه أصبح لا يتم التعامل معها عندي النوع الثاني اللي هو LCD طبعا تعتبر أخف وزنا وأفضل بكثير من CRT كذلك لا تبعث شعاع ظار للعينين ولكن ليست الأكثر جودة لأنه جاء بعدها LED جاء بعد طبعا LED تعتبر وسط البلازمة أفضل طبعا من LED الأفضل شاشات حاليا هي OLED هي الشاشات الأفضل حاليا وبالتالي راح تكون الأغلى في السعر فبالتالي لو ترتيب الشاشات حيكون أولا CRT بعدين LCD، بعدين LED، البلازمة، OLED وكل نوع شاشة بيتفوق على النوع اللي بعده أو اللي عفوا اللي كان قبله من ناحية خفة الوزن، من ناحية جودة الصورة من ناحية كمية استهلاك الكهرباء وتكون أقل طبعا راح ينتج عن ذلك السعر الأعلى فالLCD حاليا تعتبر أرخص نوع الشاشات LED أغلى من LCD، البلازمة أغلى من LED وحاليا أغلى نوع الشاشات الخاصة بالكمبيوتر هي OLED إذا زي ما احنا شايفين عناصر تطوير أجهزة العرض بتكون من ناحية جودة الصورة وزن الشاشة نفسه ومقدار استهلاكها من الكهرباء عندنا كذلك خصائص إضافية بيتم إضافتها على الشاشات الكمبيوتر طبعا من الخصائص الإضافية اللي هي مثلا زي حجم الشاشة ممكن نلاقي شاشة بلازمة كبيرة أو نختار شاشة بلازمة صغيرة حسب احتياجنا وحسب ما نفضل هذه تعتبر من الخصائص الإضافية عندي خاصية البعد الثلاثي خاصية الثري دي من خلالها طبعا بتعطينا بعد ثالث بدل ما نشاهد الصور ببعدين الطول والعرض راح نشاهدها أيضا ببعد ثالث اللي هو العمق طبعا شاشة الثري دي حاليا في منها نوعين النوع اللي من خلال النظارات والنوع الآخر اللي بيتم تطويره واللي ان تكون الشاشة نفسه هي فيها فلاتر ثري دي تغنينا عن استخدام نظارات ثري دي خاصية البعد الثلاثي في الشاشات الكمبيوتر تعتبر خاصية إضافية بتكون مهمة ليمارسوا الألعاب الخاصة طبعا اللي بيمارسوا الألعاب الثلاثية على جهاز الكمبيوتر عندي شاشة اللمس وتعتبر هي خاصية ممكن نشوفها مع البلاسما ممكن نشوفها مع الالسيدين ممكن نشوفها مع الـ OLED من خلالها نستغني عن أجهزة طرفية مثل الكيبورد مثل الماوس بحيث من خلال اللمس نستطيع فتح النوافذ إنشاء الملفات وخلافه في عندي أجهزة إضافية بعض الشاشات ممكن تيجي معها أجهزة إضافية مما يزيد من سعرها مثلا شاشات بتيجي مثلا بلت إن مع سماعات أو شاشات تيجي مثلا معها كاميرا ويب إلى آخره من الأجهزة اللي ممكن يتم إضافتها على الشاشة كخاصية إضافية البروجيكشن سيستمز أو أنظمة الإسقاط ويطلق على الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة بروجيكتور جهاز العرض وهو جهاز يقدم لنا عرض الصور والفيديو على شكل عرض سينمائي حيث يتم وصل البروجيكتور بجهاز الكمبيوتر وعند تشغيل الصور أو الفيديو على جهاز الكمبيوتر سوف يقوم الجهاز البروجيكتور بإخراجها إلى المكان الموجه إليه ممكن يكون هذا المكان لوحة بيضاء تابعة لجهاز البروجيكتور أو صبورة أو جدار أبيض نظيف ومن خلال البروجيكتور بيتم تحديد وضبط مساحة العرض ميزة البروجيكتور أن نتمكن من خلاله من عمل عرض لمجموعة من الأشخاص بشكل مريح بحيث لو كان العرض على شاشة الكمبيوتر لو عندنا مجموعة من الأشخاص نريد أن يشاهدوا هذا العرض طبعاً رح يكون العرض صعب مشاهدته على مجموعة الأشخاص لذلك البروجيكتور بيجعل العملية المشاهدة أسهل وأفضل كأننا بنشاهد عرض سينماي بيتم استخدام البروجيكتور في مجالين المجال العلمي مثل استخدامه في المحاضرات وأثناء الاجتماعات المجال الترفيهي وهو لمشاهدة الأفلام بجودة عالية عندها مع هذا لما نيجي نستخدمه في المجال الترفيهي اللي هو مشاهدة الأفلام رح نحتاج إلى بروجيكتور بمواصفات عالية يوجد لدينا نوعين من البروجيكتور النوع الأول اللي هو ال LCD بروجيكتور اللي هو بيستخدم ال Liquid Crystal Disability أو عرض الكريستال السائل وهي تعتمد على تقنية ال LCD اللي موجودة في شاشات ال LCD وهي مناسبة للمجال العلمي وأثناء الاجتماعات وتعتبر منخفضة السعر النوع الثاني ال DLP بروجيكتور الإختصار ل Digital Light Processing وهو يقدم أداء عالي من ناحية تقديم العروض مما يجعله مناسب للاستخدام الترفيهي في المقابل طبعا يعتبر الأغلى سعر من ال LCD بروجيكتور يوجد لدينا عنصرين مهمين لقياس جودة وآداء البروجيكتور وهما رقم واحد عندي دقة البروجيكتور 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 وطبعا كل ما زاد كل ما زاد قيمة البروجيكتور كل ما زاد ذلك من موضوح الصورة المعروضة طبعا عندي مثلا الاستخدام العلمي والاجتماعات فالتقة المناسبة هي 800 في 600 فما فوق أما الدقة المناسبة للاستخدام الترفيهي فلدينا بروجيكتور الHD والذي يعمل بدقة تصل إلى 1920 في 1080 العنصر الثاني لقياس جودة آداء البروجيكتور هي البروجيكتور برايتنس أو سطوع العرض الخاص بجهاز البروجيكتور اللي هو كل ما كان قوة السطوع البريق أعلى كل ما كان بإمكاننا مشاهدة عرض البروجيكتور بشكل واضح مع الإضاءة ويقاس قوة السطوع بمعيار ال ANSI اختصار لامريكان ناشنال ستاندرد انستيوت أو محهد القومي الأمريكي للمعايير بحيث يتم قياس قوة السطوع الخاصة بالبروجيكتور بوحدة القياس اللي هي لومنس يعني الشمعة ولدينا حاليا المقاييس التالية عندي أقل من ألف شمعة تستخدم في الأماكن المظلمة وعلى مستوى استخدام شخصي مبتدأ يعني عشان أعرف أشوف العروض اللي بيقدمها لها البروجيكتور لازم أقوم بإغلاق الأضواء اللي موجودة عندي في داخل مثلا الغرفة عندي من ألف حتى ألفين شمعة هذا للاستخدام مع ضوء في الغرفة بسيط يعني يكون عندي ضوء بسيط في داخل الغرفة ممكن أيضاً راح أتمكن مع وجود هذا الضوء البسيط من مشاهدة العروض والصور التي يعرضها لها جهاز البروجيكتور وتستخدم في الاجتماعات وقاعات الدراسة عندي من ألفين حتى ثلاث ألاف شمعة وهذا النوع مناسب للعمل مع الشاشات الكبيرة في القاعات مع وجود إضاءة خفيفة أكثر من ثلاث ألاف شمعة تعطي سطوع أفضل في الشاشات الكبيرة في القاعات الكبيرة بإضاءة أعلى في المكان تعتبر حالياً أفضل أنواع جودة السطوع في البروجيكتور هي اللي من فوق الثلاث ألاف البروجيكتور لامس أو لمبة البروجيكتور وهي تملك عمر افتراضي يحسب بعدد الساعات التشغيلية فلدينا مثلاً لمبات بروجيكتور بتعمل ألفين ساعة يعني بعد ألفين ساعة رح تنحرق ورح يتطلب مني تغييرها عندي أخرى بتعمل ثلاث ألاف ساعة عندي لحد أربعة ألاف ساعة وبالتالي طبعاً بتقاس العمر الافتراضي للمبة البروجيكتور بالساعات التشغيلية لجهاز البروجيكتور من ناحية التحرك من عدمه لدينا نوعين عندنا الفكسي البروجيكتور وهو البروجيكتور الذي يتم تثبيته في السقف حيث يظل ثابت في مكانه وهنا لا يهم لنا يعني ما رح يهمنا وزن البروجيكتور هل هو ثقيل أو خفيف كونه سوف يظل ثابت أما إذا كنا نحتاج إلى بروجيكتور متحرك معنا لكي ينتقل معنا من مكان لآخر عندها سوف يقوم من المهم أن يكون وزن البروجيكتور خفيف لأنه كل ما كان أخف كل ما كان أسهل في الحمل عندنا الآن أنواع بروجيكتورات بتكون بحجم كف اليد الواحد مما يسهل لنا مثلاً أن نشيله معنا في شنطة اللابتوب وبننتقل فيه من مكان إلى آخر البروجيكتور سكرين شاشة البروجيكتور وهي التي من خلالها رح يتم عرض الصور والفيديو التي يتم إخراجها من على البروجيكتور حيث لدينا شاشة الثابتة والتي يتم تثبيتها بمسافير على السقف أو على الجدار كذلك لدينا شاشة البروجيكتور ذات الشاشة المتحركة وهي مناسبة مع استخدام البروجيكتور المتحرك كذلك من الممكن استخدام الجدار الأبيض النظيف في عرض الصور السمارت بورد أو الصبورة الذكية ويطلق عليها الصبورة التفاعلية وهي صبورة خاصة تعمل باللمس ومع تعرض الصور من خلال شهاز البروجيكتور وهي حاليا بتحقق انتشار واسع في المدارس على مستوى العالم تتميز بأنه يتم عرض الشرائح التعليمية من على الكمبيوتر إلى البروجيكتور إلى الصبورة الذكية ويتم الشرح عليها وتمكن للمدرس حفظ ما تم شرحه على الصبورة لطباعته أو إرساله لتلاميذ آخرين أو إعادة استخدامه لاحقا مع إمكانية جعل الصبورة متصلة بالإنترنت لما يساهم في عملية البحث أثناء التعلم كذلك من خلال هذه الصبورة يتم عرض الفيديوهات التعليمية مع إضافة شرح عليها من خلال الكتابة عليها تقنية الإسقاط الخلفي فكرة استخدام للبروجيكتور مع شاشات العرض وقد تم استخدامها مع شاشات CRT وشاشة LCD كانت مفيدة جدا مع شاشات CRT لأن شاشات CRT تعمل بأنبوب يشبه القمع فكل ما كانت الشاشة أكبر كل ما أدى ذلك إلى زيادة طول القمع فبالتالي كل ما كنا نجيب شاشات أحجام أكبر كل ما وجهنا حجم طويل في خلفية الشاشة وبالتالي راح تستهلك حيز كبير من الشاشة لذلك لكي في وقتها لما كنا نتعامل مع الشاشات القديمة CRT لكي نتمكن من مشاهدة شاشات كبيرة أو نتمكن من تصنيع شاشات كبيرة دون أن يؤدي ذلك إلى طول الأنبوب كنا تم وقتها استخدام جهاز البروجيكتور أو تقنية الإسقاط الخلفي اللي هي الموجودة عند جهاز البروجيكتور بحيث يتم تركيب الجهاز في داخل الشاشة مما يعطيني طبعا طول أقل في المقابل شاشات كبيرة الحجم إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته